سوالي الأستاذ غروم العمري إيش الملاكز الذي يحتاجها الهلال في الموسم القادم حتى يعود الهلال الذي نعرفه بقوته وينافس على المنافسات سواء خارجية أو محلية بخالد جابتك على السؤال الهلال إيش يحتاج طبعا الهلال لا شك وبدر الموسم القادم يحتاج قلب دفاع على مستوى كبير عارفين أن كبتن أسامة في نهاية المشوار يحتاج الهلال مدافع على مستوى عالي يساعد الفريق إضافة الحاجة للصانع لعب على مستوى عالي أمثال لعب الاتحاد في لنيوفا هذا اللي يعمل الفرق مع الفرق وأيضا مهاجم يحتاج مهاجم الهلال يحتاج مهاجم الهدف مهاجم عداذي ما فيه لأنه اللي موجودين الآن ما احترامي لهم ما هم بحجم الهلال أو بمكانة الهلال صحيح بالنسبة لسؤال الأول بالنسبة للنقص السبب اللي في الهلال أنا أختلف مع اللقاء اللي يتكلم من إدارة الهلال وفهد الفرق فهد الفرق صراحتنا أبو عبد الله من خيرة الإدارين بالعكس ترى شخصيته قوية جدا قد يكون بعيدة الإعلام لكن مع اللاعبين والنظام داخل الفريق أنا متأكد وأعرف الشيء رجل جدا قوي في عمله إدارة الهلال ما لا علاقة الهلال يا أبو بدر مر بظروف صعبة جدا لو مرت على أي فريق حتكون هذه النتائج تتكلم عن غياب إدواردو نواف العابد عمر خيربين ابتعاد سالم الدوسري واحترافه خارج المملكة إصابة عبد الله الحافظ وكان في مستوى متصاعد تتكلم عن ستة سبعة لعيبة نجوم مؤثرين أعتقد أمر طبيعي اللي يسير لهلال من النتائج لما تخسر ستة سبعة لعيبة زي ما شفنا في الأهلي نفس الشيء إصابات مؤثرة أثرت على الفريق طبعا نروح الفارس